قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنه بعد القضاء على حماس سيكون قطاع غزة تحت الحكم الإسرائيلي وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستستمر في الحرب رغم ضغوط الدولية والخسائر البشرية حسب الاستطلاعات 82% من الفلسطينيين يؤيدون المذبح في 7 أكتوبر والسلطة الفلسطينية ترفض أن تستنكر ما حصل هل ندعهم يسيطرون على غزة كرئيس لحكومة إسرائيل لن أترك هذا يحدث أكرر وأقول لأصدقائنا بعد تدمير حماس ستكون غزة منزوعة السلاح وستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية من القدس مرسلنا نضال كنعني نضال أهلا بك أبرز ما ورد من تصريحات في هذا المؤتمر الصحفي تحدد مصار الحرب خلال الأيام المقبلة والخطط الإسرائيلية لمستقبل غزة نعم مروج ربما أهم ما قاله بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء أن إسرائيل ستستمر في هذه الحرب وأنها ستكون حرب طويلة حتى القضاء على حركة حماس ومن ثم الإجابة على ما بعد الحرب بالنسبة لنتنياهو يجب أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح وحتحت سيطرة أمنية إسرائيلية وهو عكس ما تريده الولايات المتحدة نتنياهو يدخل في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية بعد زيارة مستشار الأمن القوم الأمريكي إلى إسرائيل نتنياهو مرة أخرى يعود ليذكر قضية أوسلو التي باتت شعارا ربما لحملته الانتخابية التي بدأ فيها نتنياهو عموما وهذا ما ألمح إليه جانس في هذا المؤتمر الصحفي بيني جانس وزير الدفاع الأسبق وعضو المجلس الحربي قال بدل أن نبكي على الماضي علينا أن نعمل على بناء المستقبل في تلميح إلى عودة نتنياهو للحديث كل الوقت عن أخطاء أوسلو أيضا نتنياهو بالنسبة له يقول نحن مستمرون في القتال رغم الضغوط الدولية ورغم الخسائر في الحرب طبعا هذا تلميح آخر ومواجهة أخرى مع الجانب الأمريكي نتنياهو إذن يريد السيطرة طويلة المدى غير المحدودة على قطاع غزة أمنيا يريد أن يجعل الوضع في قطاع غزة كما هو الوضع في الضفة الغربية وهذا ما قاله صراحة قال خان يونيس كاجنين ومن ثم هو لا يريد عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة هاجم السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموما في الضفة الغربية وهذا أساس ذكره لاستطلاع الرأي الذي يتحدث عن أن 80% من الفلسطينيين يؤيدون أحداث السابع من أكتوبر بالنسبة لنتنياهو هذا كاف من أجل احتلال قطاع غزة ومن أجل ربما المواجهة مع السلطة الفلسطينية على عكس ما يريده الجانب الأمريكي تماما الذي يرى بالسلطة الفلسطينية ربما هي الجانب الوحيد المخول والقادر والمثالي لإدارة قطاع غزة ما بعد هذه الحرب إذن نتنياهو يضحي بالحرب ويذهب إلى مواجهة مع الجانب الأمريكي مع الإدارة الأمريكية من أجل مصلحته السياسية الضيقة ووفق تقدير نتنياهو يعلم بأنه لا يستطيع الاستمرار في هذه الحرب على الأقل ليس بنفس الوتيرة دون دعم أمريكي خاصة وأن هذه الحرب لا تقتصر على قطاع غزة بل أصبحت حرب متعددة الجبهات لكن نتنياهو يريد المواجهة وعندما يتم إيقاف الحرب على الأقل ليستطيع القول بأني أردت الاستمرار حتى النهاية لكن الجانب الأمريكي أوقفني وبالتالي يخلي المسؤولية عن نفسه في إيقاف هذه الحرب هناك لقطة أخرى لفتة نضال تحدث بها نتنياهو وهي الإشارة إلى مسألة القتل الخطأ من قبل القوات الجيش الإسرائيلي لثلاثة من الرهائن وقال أن هذا ثمن أو ما أشار إلى أنها تقريبا ضريبة للعمليات العسكرية نعم بالفعل أولا نتنياهو هذا صحيح هذا ما قاله أو هذا ما ألمح إليه نتنياهو قال نحن ندفع الأثمان والحرب ستكون طويلة والحرب طبعا يدفع فيها ثمن وتدفع فيها تضحيات لكن نحن محقون هكذا قال ويجب أن نستمر في هذه الحرب طبعا لا يوجد لدى نتنياهو ما يبرر فيه الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي ولحركة ربما التمرد التي بدأت لدى الشارع الإسرائيلي التململ من نتائج هذه الحرب كنا قلنا مسبقا بأن الشارع الإسرائيلي لا يحتمل وجود أعداد كبيرة من القتلى بين الجنود والآن ليس الجنود فقط هناك المحتجزين الإسرائيليين هذه قضية لم تكن موجودة في تاريخ إسرائيل هذا العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس وبالتالي نتنياهو مجبر على تبرير هذا أمام الشارع الإسرائيلي وعلى الأقل أمام ناخبيه مع العلم بأن حركة التمرد أو حركة الاحتجاج لدى العائلات لدى الشارع الإسرائيلي تتزايد كل الوقت اليوم كانت هناك تظاهرة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب والعائلات أعلنت عن اعتصام مفتوح وإضراب مفتوح عن الطعام أيضا مقابل مقر وزارة الدفاع في إسرائيل ولذلك نتنياهو يورد لهم بأن قضية الخسائر هي أمر طبيعي في الحرب لغاية الآن عندما قتل قبل ما يزيد على أسبوع محامي إسرائيلي في القدس قام بقتل منفذي عملية إطلاق نار فلسطينيين قال نتنياهو أيضا هكذا هي الحياة ومنذ ذلك الحين هناك هجوم كبير على نتنياهو بسبب هذه المقولة يقولون هذه ليست طبيعة الحياة في إسرائيل إنما هذه هي الرسالة التي أوصلت من اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية بإطلاق النار دون تمييز هذا ليس قانونا طبيعيا هذا ما أنتم زرعتوه في قوات الأمن الإسرائيلية شكرا جزيلا لك نضالة كان عني مرسلنا من القدس شكرا جزيلا لك